في مشاهلة فنية السلام عليكم مزال خير انا مزمري الباغر معكم في لايف جديد المرة دي هنتكلم عن العمل التطوعي في السودان بالنسبة للعمل التطوعي في السودان خليني في القداية نكتفك انه اصلا التطوع في السودان من ناحية تاريخية سلوك او عادة او جاز التعبير قديمة بيصر في شكل النفير عندنا النفير طبعا معروف بيكون ظاهر اكتر حاجة في قرى السودان بيصر في العراس البيوت البتتبني في الزراعة الى اخرى فعشان كده لما اخذ العمل الطوعي الشكل المقنن او بشكل مؤسسي كمنظمات مجتمع مدني وانجيوز منظمات طوعية غير حكومية كان ساهل جدا انه يكون موجود في السودان او لكن في تساؤلات كثيرة او عن العمل الطوعي في السودان هل المجتمع الحوالي انه اثر فيه او انه اثر او الازلة اللي جاد فيه بالي وحبيت طرحها معاكم طبعا قبل ما ندخل في الازلة اذا اي في مداخلة اي زول زولة حبيتكول معايف يحكي استجربته او يناغش معي الازلة يجاوب عليها اذا ازلة ثانية بس اكتب ليه في الكمنتات انه دعوة وأنا بدخل إن شاء الله معي في المشاركة طيب حاولت ألقى إحصائية لأول منظمة في السودان شنو قبلت عامل الطوعي يعني لوقت ما زعفني لكن كنتم مشغول شوية في الأسبوع الفات لكن ممكن إذا يتني معلومة ممكن نزيلها تحت الهواء وخلاها كدوكيومنت كهذا التوسيق يعني طيب عندي ثلاثة أزيلة حبي نتناقشها مع بعض إذا في أزيلة إضافية من أي مشاهد المشاهدة ممكن نظيفة طبعا دلعي في البداية هل منظمات المجتمع المدني في السودان سواء كانت منظمات عالمية ومحلية يعني وطنية لو جزء التعبير علمت الشعب السنوي الاتكاليفي موجهة الكوارث تمام دي الحاجة الأولى أو سوال الأول السوال الثاني هل التمويل بيجي من المنظمات المانحة هل المنظمات التطوعية دي بيدعامل معه بنزاهة ولا في منظمات زمة توازعة زي ما كنت في الأزيلة فهي بتلعب في الميزانية بتاخد جزء لحسابها تفاصيل زيدي ثالث سوال إحنا الناس اللي جربوا العمل التطوعي في فترة من فترة خياتهم أو لحد هاتس المستمرين فيه بلاحظوا أنه في وجوه معي بتتكرر يعني تقال في أي عمل التطوعي تتقام فيكم منظمة فهل الشي اللي بيحصل ده داعيه أنه نعمل على التويركينج التشبيك بين الفعال بين المنظمات دي ولا حاجة تانية اللي هي احتجار للفرص وشكل من أشكال التنمية في العمل التطوعي ولا هي شلاليات ولا الحاصل طيب في البداية عشان نحن نكون نقدر نفهم من بعض أكتر الخلاني أتكلم في الموضوع ده أنا اللي تجروي في العمل التطوعي كانت من سنة 2000 لحد 2007 في كم منظمة من اللي كنت في منظمة واحدة متواجد بيكثرة لكن كان فيه نتويركينج مع المنظمات الثانية اللي هي يكون في شغل من منظبتين مع بعض في يكون في تعاون بيناتهم وتفاصيل زي دي غير كده في أسناء عملية في المنظمة دي طيب أمين إزيك كيف حوالك؟ كيف؟ 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 عمل شير في واحد من الجروبات الكبيرة عشان لايف يصل؟ ممكن أعمل طوال ما عندي معنى غير كده أنا بعدين بشير وصلا في جروب ملتاني معنى طوال لكن ممكن هسا إذا استعمل شير ما عندي معنى نقدر خير كيف حوالك؟ طيب وقفنا في أنه جزء من حياتي قد يضيف العمل الطوعي لصورة مستمرة في ترة بتاعة سبعة سنين من سنة ألفين لحد ألفين وسبعة آآ غير كده بعد الفترة دي بقيت آآ لما انتحصل آآ حوجة معينة وبقدر شارك فيها بشارك يعني ما 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 بيصورة منتظمة زيه في الفترة الأولى لأنه بعد بعد الفين وسبعة آآ بقيت آآ موظف فبيقى صعب انه اوفق بين العمل التطوعي بتفريغ أكتر يعني او متفرغ ليهو آآ زي ما قبل ايش ابقى موظف طيب آآ في الفيستواء الأول هل موظمات المجتمع المدني وهي وهي بتأدي دورة تيجاها المجتمع السوداني في الكوارث تحديدا أو حتى في الاورنس توعير لقضية معينة هل بيحصل اتكالية من المجتمع السوداني انا حديكم ميزالين طيب آآ في الفترة يكونت فيها آآ مطوع في واحدة من المنظمات دي آآ كان عملنا آآ توعية في في واحدة من الاحيال الخرطونية ومشينا آآ المنطقة المعينة كان مفروض ندي محاضرة عن الايدز فالحتة كانت موية تمام آآ آآ لكن لاحظنا انه التفاعل ما كان بالنصورة المطوبة مغردا بالحضور حضور كان كبير جدا وكان آآ في حضور كبير من الفيميل وانا بحيل اللفتة دي لو جاز لها التعبير آآ بيدور على اهتمامهم يعني آآ لكن بقدر ما كان حضور كبير كان الناس ما متفاعلة مع الموضوع الشديد آآ احتمال كان في مشكلة في تقديمنا آآ احتمال هم ما كان مهيئين للتوعدة بالـ HIV لكن في النهاية آآ تفاعلهم ما كان بالحضور بتاعهم آآ كانت في تجربة تانية اللي هي آآ برضو في آآ تسلا ويامين دكرة عافية كان برضو آآ التجربة دي في منطقة تانية في نفس الاريا الخرطومية دي آآ مشينا آآ نعمل آآ حملة بتاع التشجير آآ كيف يا مريك عاملة كيف؟ الحمد لله آآ أقونا بحي معاك الفيمر اللي كانوا في الندوة دي طيب، الشي الحصل آآ إنه كان مفروض نعمل حملة تاع التوعية بمسألة التشجير وكان في جانب بتاع تشجير فعل حصل حصل في المنطقة دي، حصل تعاوم كبير جدا منها في المنطقة لقناهم مجهزين الحفر اللي بتخطي فيها الشتول آآ موزعين حتى كويسة، ضيفونا وقرمو ضيافة حلوانا يعني بغيوهم من حتى دي آآ الشي كان مفروض المفروض يحصل شنو؟ يعني ما إنه بعد ذاك تكون في متابعة آآ هم زادت مهتموا بالشتول اللي أزرعوها معانا آآ وكل فتر نحن عم بلوم فروب والحاجة الكويسة إنه كان في واحد من المطوعين زميننا كان هو في نفس المنطقة ذاته فما حصلت متابعة بعد فترة اللي شتول ماتت وتفاصيل زيدي داك يسين، تمام؟ آآ من خلال شغلي في المنظمة دي كنت مراد بطلع توعية في جامعات، في مدارس، في متابعة عامة، في حدائق عامة، بنتكلم عن شغولنا وإحنا كيف ممكن نساعد الناس، كيف المجتمعات المحلية ممكن يعني تعمل تعاوم معانا كيف تنمي منطقتها، كيف كيف، إلى خير، إلى خير، إلى خير، إلى خير، إلى خير، كثير من السودانيين انضمت لمبادرة نفير في فترة من الفترات على مدار خريفين كامل من المناطق الماشين إليها، ماشينها غرب الحارات، في مبادرة، اللي هي في مدرمان، غرب مدرمانها، والجنوب الغرب مدرمان، تقريبا، ناس المنطقة عاونوا معانا جدا، دخلوا معانا في نوزلة بتاعت النظافة، نقول كلام بسط بالنظافة، المويف الخيران، نقشوا معانا، حيات تفاصيل كثيرة يعني، في شاب كثيرين يذكروا التفاصيل دي أنا كان في البرامو بتاع اللايف دي، جبت صور في الترويج الأول، جبت صورة من الواقعة ديك، يعني الاجازة التعبير في نفس الفترة دي، ماشينا منطقة تانية، كان يوم جمعة، حتة بتاعت سوق، النفير الفتحي كان، مشيت وصائعي، وماشينا، الفتح يا مريا، أنا ما مشيت مع الشاب ديك، حينما كان توزعنا الأتيام، في تيم مشى الفتح فعلنا يوم، أنا مشيت مع التيم المشى غرب الحراط، يعني جبرونا، طيب، بعد ما جبرونا كان في يوم منفصل، في يوم تاني مشينا، في منطقة تانية، كان يوم جمعة، كانوا في ناس في السوق، وفي حركة، بدينا ننظف، ننظف جاي وجاي، ومعانا كل أدوات النطافة المتاحة، للأسف ما كان في تعاون الناس المنطقة، ماس بسيطين، ساعدونا، ستات شاي، كم جزار كده في المنطقة، خدر جيحة، يعني ما بالنسبة للناس اللي كانوا في المنطقة، ده الخلاني ينتبه لأنه الموضوع حال فيه اتكالية، يعني مثلا، نفير، زي نبغو المصريين كانت مسمعة، الناس كانوا سامعين بين نفير وعارفين شغلهم، وأوردو كونوا عارفين أنهم جايين منهم، لعني إحنا بمينفاق جاء الناس كانوا، ولانه أصلا بيتيجي، أنا كنت دار ناس من الإعلامي يكونوا معي عشان يذكرني التفاصيل دي، بيتيجي ببرقية أو مناشدة منطقة ممعينة، بيتابعوا، بيعملوا، بيعملوا إحصائيات للحقيقة، التفاصيل التي قالت أكدوا من المعلومات إلى آخرها إلى آخرها، بعد ذلك، نما يتوفر التمويل، وتوفر الدعم، وتوفر الشغل بتاع ناس اللوجيستيك، بيتبينمشي الكثير من المنطقة دي، فبكونوا عارفين أورد نحنا جايينوا في اليوم الفلاني، ما كان في تعاون، فحسسني أنهم كانوا محتمدين عن ناس، رح يشتغلوا ليه، فكان فين عمل الاتكالية، مرتض محمود إزايك كيف حوالك عمل كيف؟ التربية الوطنية عندنا ضعيفة للأسف، وكذلك ثغافة العمل الطوعي، التربية الوطنية فعلا ضعيفة، مرتزم أكفي الحدي، لكن، ثغافة العمل الطوعي، لا، ما ضعيفة، لو أنت ما أظن أنك ترقتين بالله، فأنا كنت أتكلم في أنه حتى مفهول أورد الطوعي في السودان، هو موجود قبل ما تجد الانجي اوز بشكل الحالي، كمؤسسات، كان فين نفير، بعروف بدري، وظاهر أكثر حي في القرى، قدتها أكثر من المدن، والسوداني هو مجتمع بتاع أسر ممتدة يعني، إحنا في المدن قمنا، أتود في مدرمان، في الأسر الممتدة جدا العام، الخال 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 الأخره، يلا في القرى، في التفاصيل دي، ومعها المزر بتاعتها النفير، وليس، الليلة، في ناس الحيشان الكبيرة بتاعاتهم، عندهم ولدهم أبيتهم، عرّست أو عرّس، طواري، بهم بوليك تطور نحيطه، يدعم، يتبني لبيت جوى المنطقة دي، البيت دي بكون هم مزرل بتاعت نفير يعني، ما في زور بيجيب بنيه، بيكون الناس حليا بيبنوا معاه، قبل ما يعرّس بيكون البيت جاهز، نفس الشيء بيحصل نفير في الحصات، في التفاصيل الكثير يعني، في الكوارث، البرطناز بتقف مع بعض، بيض عاضط، التفاصيل ازاي دي، فثغافة العمر التطوعي كانت فيه، موجودة هي، ولازات موجودة، لكن فعلا هي، لنزل رجع للتربية الوطنية، فأنا حسيت إنه المزألة دي فيها، مرات بيكون فيها اتكالية، ومرات بيكون فيها فلعب، فلعب تكون مشكلة من المنظمة ذات، اللي هي، بيتقدم المساعدة، وبيتقدم التوعية، وبيتقدم الشيء الملموس للجتمع السوداني، مفروض بعد فترة كده، يحسب فلعب يزول من المنظمة، يشوف اللي حاصل شونك، المشروع يدعمل، بكل الحياة المفروضة يدعمل، بالتفاصيل المعروفة، ويكتبها للتفاصيل دي، لو بيستعضرها، ما عرفه مش قدعمل الكتابة، بيحتاج الكتابة، والله يا جمعة، يجد حاصل كد 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 كد، دي حاجة، الحاجة الثانية، مرات بكم فيه فلعب من الجهة الثانية، يعني، في تجربتي في العام الطبيعي، في المنظمة الأولى، اللي قاعدتنا على الفترة الطويلة دي، كان عندنا بنحاول دائما، نحن نجتمع، 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 على المجتمع المحلي، يعني إحنا اللي لدينا، في المنطقة، في المناطم، داخل خرطوم، برا خرطوم، وعمل لهم مشروع معين، بنحسن مشهودة حقهم، هم بشاركوا معانا، هم فينا حقهم طبعا، لكن بنحاول دائما، هم بشاركوا معانا، يتابعوا معانا، بنقولهم يا أخي، وروني حاصل شهو طوالي، خلين تابعين معاكم، درغمنا درغمكم، بالتفاصيل المتاحة يعني، فمريا فعلا، والله الحياة دي أكتر في القرى، كثير جدا، أيوة، مزارة النخيل دي كثير جدا في القرى، أنا ما عارف بحصل شنو، يعني إنه إذا في مجتمع معين، سوى كان في القرى أو في أطراف، الخرطوم، الخرطوم كولاة يعني، برضو في نوزة بتاعة العمل الطوع دي، كنفير يعني، موجودة لا زالت، لكن أبعرف نمي يجيهم زول، من ملظمة، عشان يساعدهم، في دفادي كارثة، حصلت ليهم، هل؟ بيدعاموا لعاكة زول غريب، ولا بيحتووه، لأنه أنا مرض بلاحظ أنه، التفاعل مكون بالشيء المتوقعين، زي ما حكيت لكم في التجربتين، لكن طبعا دا، الحمد للحد داسي، ما على العموم، خلينا نقول ذي الشواز في القاعدة العامة، يعني، الناس فعلت كثير، يعني من تجربتين متواضعة، ليست حيثات كثيرة، فالناس اللي يدعاون أكثر من اللي يدعيف تتفرج عليك، فده المحمر الأول، طيب، محتز محمود كانت موجودة، لكن نزيل التغليق تيماعي الكبير حدث في 89، أصابت ضحف، هذه هي أصابت ضحف، لكن ما انتهت، طيب، أمشي للنقطة الثانية، اللي هي التمويل بيجمع المنظمات المانحة دي، تمام، المنظمات المانحة، معروفة، لا أقول لي اسمي لسامي، لكي لا يكون تشير مشكلة، الدعاية لها، لكن، هي التي تقدم التمويل للمنظمات، لأن أغلبية المنظمات الطبيعية في السودان، العموم، الوطنية، الغير حكومية، لا يكون عندها، يعني يقولوش تحرك بها شغلها، فهذه منظمات، مبرر السودان، أو منظمات دول السودان، هي عندها مبالغ، دار توظيفة مشروع معين، على حسب بنودها، فبتعمل تشبيك، اللي هي التويركينج، مع المنظمات الثانية، عشان تنفذ ليها المزألة دي، في نهاية، بيكون المشروع شراكة بينهم الاثنين، طيب، للأسف، في ملظمات، الألماء، القلوج دي، ما بتتوظف للمشروع، بنفس التفاصيل، المطلوبة، يعني اللي لا، أنا لو دي نفس مشروع، مثلا، هنا في غبط الصند، ولا هنا في الغرزة، في شمارة مدرمان، ولا هنا في السليت، في بحري، في الماطق دي مثلا، بيكون دي ميزانية، الميزانية بيقسمها على البنود، أنا دائر ستشن رزبئ كده، أنا دائر بنزين كده، أنا دائر، أنا دائر، الشهور دع اللوجيستيك ده، فالميزانية بتكون موضحة ببنودة واحد، اثنين، ثلاث، تمام؟ في حافز للمطوع، قبل أنا، كنت منتبه أنه أعرف المطوع ذات، ولكن ما فات شخص، ممكن نقوله، الأول المتحدة، بيتعرر التطوع أنه، أي عمل، بمزل فيه الشخص، زمنه، ولا، متهود بدني، ولا متهود مالي، ولا فكري، من غير مقابل، مادي، يعني كمرتب يعني، هو بيأخذ مرتب، وبيأخذ حافز، أو بيكون، حتى الحافز اللي بيأخذه، بيكون أقل من مستوى السوق، ما بالراتب، بل في البلد يعني، وبيكون، ممكن يكون تاسك، مهمة معينة بيشتغيلها، بيأخذ عليه حافز، أو ممكن يكون، يعني، كل فترة بيأخذ حافز، وهو بيأدي في مشروع طويل، يعني، يكون مهمة، يكون مشروع طبعا، فدي الفكرة على تطوع، ينزل، بيطلع من زمنه، برغبته، عشان يدي المجتمع بتاعه، بدون مغابل مادي، كمرتب يعني، طيب، المرات بيكون محافز، المرات بيكون محافز، مرات بيكون محافز، مرات بيكون محافز ذات أصلا، فعلى حزب، لكن بصورة عامة، العامة الطويلة بيكون مجانا، على الطور يعني، ففي المنظرات بتكون عندها ميزانية واضحة، لتسير المشاريع دي، هي طبعا ملزمة، فإنها تقدم تقرير مالي، والتقرير المشروع الذي يدعمل، للمنظمة المانحة ذاتها، في الجمعية العمية برضا، بتقدم الحاجات دي، بتكون ملحقات، الخطابة الميزانية، الاخرية، الناس اللي يشتغلوا المنظمات، بيعرفوا بالتواصل دي، زي وقترمية، ففي ملوظات ما اشتد دوري، في ملوظات بتلعب، يعني أنا أنا خادتي مثلا بنت للإستشنرز، إذا كانت حاجة فيها، شغل بيحتاج لكتابة، بيحتاج لتواصل زي دي، بميزانية كبيرة، بأخذ منجزو، بطلع بره، بطلع زي دي، تمام؟ فأنا كنت دارنا تشارك معاي، إن هي معا أو ضد، هل في منظمات فعلا؟ هي بيتمارس الفساد مالي، ولا أنا غلطان في المعلومة دي، يعني معاي، ولا بيضي، أنا بقول، ما كل منظمات، في منظمات عندها الحتة بتحت، زي ما توازع زي ما قلت في الأزلة، بره، نمشي البندة الثالث، البندة الثالث، أسوال الثالث، كان بدي واجهني، وأنا في، 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 كمتطوع، وبعد ما طلحت متطوع، وبعد ما بيقيت بي، كل فترة في، في، بسمع بيها، بشارك فيها، كده، أنه، في، في وشوش، بيلاقيها طوالي، في، في العمل، تطوعي، في المنظمات، أنه الاجتماع البنية تلقاها، الليلة، جيت منظمة فلانية، بعد فترة كانت فيه مبادر لحاجة كده دائرة طيب المبادرة دي ما هي زي نفير مثلا نفير كان حصل كوارث يسا بسويلا مطار في منطقة معينة يتكون الجسم ده تمت المعالجة انتهى الخليف ادعم الخطاب الميزانية ادعم الجمعية العمومية الموضوع انتهى نتقدم التقارير كده يتفرتك دي دي المبادرة الموظمة تكون ماشية طوال يعني يعني مستمرة كجمعية عمومية كحيكل معروف هيكل وظيفي ما في الناس في الموظمات في الناس موظفين يعني المحاسي بل كيف يا هيبة زي كيف فالك حملة كيف حمدينها فممكن يكون دفرق بين الموظمة والمبادرة طيب فلاحظوا انه في الناس بيتكرروا فالسؤال بيضرح نفسه هل النازل بيتكرروا لانه هما بيقولوا كواليفايت انوف هما موهالين بصورة كبيرة انهم يكونوا في الموظمة الفلانية والليلة الموظمة التانية اللي عندها شغل ممكن تنتدي بديل او تطلبهم بالاسم دارين فلان الفلاني ودارين علانة الفلانية تيهم انا والحاصل ده هو شكل من اشكالة طنيط يعني وانه الناس بيحتكروا الفرص انا الليلة قاعد في الموظمة الفلانية ليه كم سنة بيقيت معروف بالنسبة ليهو جاءت فرصة بتاع السفر سفروني لكن في زول تاني كان موهل اكتر مني ما سافر بيقيت بيقيت عندي خرارة دكتر جيت راجع جي شغل تاني ودوني ليهو بالطريقة دي ما 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 بعد ذاك الواحد بيصل اللي يفهم انه يعني المنظمات المجتمع المدني داخل السودان هي داخل المجتمع السوداني يعني هتكون شايلة مساويات المجتمع السودان اذا ما شايلة ايجابيات وبرضو فالحتة بتاعت الشلاليات وصحبيه وصحبك والتفاصيل ازاي دي اذا هي بر السودان يعني عفوا بر المنظمات دي قاعدة في 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 الغطاع العام في الغطاع الخاص في بالشي المعروف ده فاكيد هي هتجي للمنظمات التطوعية دي الغير حكومية دي الانجي اوز هتكون موجودة طبعا لانه المنظمات بيكون انوها افراد الافراد دي هم سودانين يعني جايين من المجتمع السوداني يقول لي عيوب يقول له ايجابياته فالشيل المهم في الموضوع ده في انو اا اذا كانت دي الازلة الجات في بالي اا 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 يعني الترتيب الازلة ما عنده علاقة بانو الاهمية اعني ما بفيدة الاهمية بقدر ما هو ترتيب بس الافكار لكن اا اا الشيل بي همني في الموضوع اا انو احنا كيف ممكن اا نتفادى التساولات دي اذا اعتبرنا هي اا بجانب السلبي بتاعه يعني اا اا ايوة في 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 اا اا فساد مالي ايوة في اا اا نوع من الاحتكار الفرص اا 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 ايوة المجتمع السوداني اتكالي تيها المنظمات يعني اذا كانت ياود نقول لها بالشيل بالشي سالب يعني في المزألة احنا كيف نتفادى المزألة دي كيف نخلي العمل التطوعي اا يكون بالشكل المرغوب فيه اا اا يؤدي انتي رسالته بكل اا اا امانة بكل نزاهة بكل وطنية اا اا يكون اا اا االية لتفعيل اي نشاط واي اا اا اتياه في 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 مساعدة السودان كمجتمع المجتمع السوداني في في مولادة الكوارث الطبيعية او غيرها من ونفس الشي يكون هو اا اا طبعا المنظمة بتختلف في نشاطاتها تختلف في في رسالتها اا اا لكن خلينا نتكلم بصورة عامة باحتوار ان المنظمة دي ما بيتمرق من ان هي جزء منها بيشتغل في التوعية جزء بيشتغل بيكون اكشن في الحاجات دي الجزء بيكون عنده اا اا محاربة الاغاط ضارة مثلا في منظمات زي دي في منظمات العلاقة بال بالجندر في منظمات العلاقة بالااويرنس بمجال البيئة الاخره 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 او حتى المباردة اللي بيتكون اه للمشكلة معاين عشان تحلها وبعد ذاك اا تتفرتك يعني فانحنا كيف اا نخلي العمل التطوعي يكون يعني بالصورة مطلوبة تمام ااا آه قابل محتز محمود انا ردي MOOC اللي كانوا كالسي معي في اللايف لسه أشار لحتى بتاعت التربية الوطنية خلينا نحترف إننا كسودانيين عندنا مشكلة كبيرة مع التربية الوطنية طيب ماريا إن شاء الله يحصل ولو الحصر حيكون فيه تغيير واضح جدا في مجتمعنا إن شاء الله طيب إحنا عندنا مشكلة في التربية الوطنية بصراحة أنا ما عارف سببه شنو فعليا إمكن لأنه السودان ذاته كدولة يتكون بطريقة ما الطريقة المطلوبة يعني إن السودان كان ممالك وكان دول ويتلمت مع بعض بالقوة يعني ده ممكن تكون سبب فعشان كده الناس بتكون هي مضعصبة لمناطقها لجنسها لتفاصيلة زيدي وجل مستعمر الإنجليزي زاد في المزألة دي لأنه إذا معلومتي أنا ما صحيحة ممكن تصحيحوني لما كان بطلع الوطاقة الشخصية كان فيها بندل القبيلة اللي اسم تاريخ الميلاد ومكان الميلاد في القبيلة تكشنوعي بندل القبيلة فدي عززت المضوضة غير كده بمرر السنين المزألة بيقيت شكلها حاد جدا في التوظيف لأنه لا جنسي كده معناها أولاد قبيلتي حوظفهم انت تزول بقوة فايد لكن ما من قبيلتي حوظفك الطفاصيلة زيدي الواسط وشوية شوية جاء الموضوع بتاع النكات النكات دي عندها كان دور كعب جدا في ترسيخ الاستيروطايب التنميذ بتاع انه والله انت جنسا كده معناها هيكون كده انت قبيلتك كده معنى انت كده ولصقت صفات تشينا في قبائل معنى الصفات دي هي علاقة بالتربية ممكن لانا يكون طب عزززفيت ونمايل لكم القبيلة الفلانية ممكن يكون بخير لكن مايل لكم القبيلة الفلانية ممكن يكون بالتفاصيل المعروفة دي عنا فاتخيل لي دي الحاجة دي هي عززت المزألة بتاعه انه يكون عندها مشكلة في التربية الوقت المنائج نفسها يعني انا ماعرف انا المنائج الحالي هي متابعة شديدة ما عندنا زورت المدارس هسي في اسرتي صغيرة يعني لكن اتخيل لي الا المنائج زادة كان لي اثر يعني دايما المنائج يتعزز في ان احنا امة ناصلها العرب وما عرف انا في غانة سودانية بيدعان للحاجة الكبيرة ما يتكلم عن هوية السودانية ممكن تكون لما التفاصيل كلها لما الاخرغانية زي ما لما العروبة لما الإسلام زي ما لما المسيحية زي ما لما الوباثانية زي ما لما الأبيض والأحمر والأسود والأخضر كل القبائل والأجناس باحتوار ان احنا عندنا خلط من يعني التنوع ثغافي التنوع ديني كلها تنوع ثغافي ما يستفيدني من النقطة دي المنائج ما ساعدتنا مريع ان دي كمان قصة ثانية زرعت صفات قبائل اصلا ما عندها بعلاغة ايو صاح بنتفق معك بيقوم بتعارف بيها وبيندوها بيها صحيح صحيح كلامك صحيح فالمزألة دي هي كان لي اثر كبير في انه ما يكون عندها تربية وطنية اصلا او يعني اصلا دي معناها مش ما في للنهاية فيه لكن بمعنى يعني انه الهامج بتاعه بسيط هو غلص انا ما قصر في الحتة دي يعني بزاتها الغاني بتاعت الرثاء اللي هي نقولها غاني الحماس او غاني الشكر بيتعزز المزألة دي يعني بالسلب طبعا بالاسف فدي بالنسبة للنقطة الاولى اذا نحنا قدرنا نصل للحتة دي اه ممكن يكون تفاعل المجتمع السوداني وخلا يتكلم بالعموم لانه انا قبل في بداية اللايف قلت انه اه في نمازج كويسة خلينا نتكلم عن نمازج الكعب النمازج كويسة دي احنا دايرينها فانحنا هتكلم عن النمازج السيئ عشان نقدر نحنا عفوا نقدر نعلي اذا عززنا وزارة التربية الوطنية احنا منقدر بعد ذاك نخلي المجتمع السوداني ما يتكالي لياه الكوارث بزاحته ما يكون قاعد مكتف الدين ومنتظر حد ما يجيه منظمة فلانية والمنظمة الاعلانية طيب اه دي حاجة الحاجة التانية بالنسبة لانه اه في منظمات بتكون زمة وازعة في المزلقة الفاناشي الاشيوز دي احنا ممكن بعد ذاك زي ما بيكون في الشركات الخاص او في الغطاع او الشركات الحكومية زي ما بكون في ناس الاوديتر بيجي بشوفوا الخشوفات براجعوا الميزاني بتاعت الشركة ممكن يكون المنظمات فيها حاجة دي وهي فيها طبعا لكن ممكن تكون مفاعلة ايه بنا لازم الحاجة دي نعمل ليها نعمل ليها هاي لايت اه الشيء التالي بتاع انه في وشوش بيتكرر في العمل العام سواء كان في منظمة نفسها او في منظمات تانية خلينا ما نتكلم عنها انه حكاية بتاعت انه ما هي ما هي ما تشبيك فعال خليها كاحتكار الفرص ولا شكل واشك على الشلاليات كويس حي ما قلنا حتكلم على الجانب السلبي الاجابة اخليه طيب المنظمات عندهم برنامج هي ما في كل منظمات لكن اي زول يشتغل في العاملة الطبيعي ممكن يكون مروا من التجربة دي اللي هي بتاعت فانت الليلة تدربت على الكورس معين على برنامج معين اه ممكن تدرب ناس معك في نصف زملاك زميلاتك كده انت اهلتها كادر تاني لك في المنظمة نفسها اه تدخل له فرص يعني انت الليلة لك سنتين ثلاثة سنين في المنظمة معين تمام؟ بالضرورة انه يكون في تشبيك مع منظمة تانية في برانية اصلا انت اشتركت فيه قبل كده واشتغلته حيفكروا فيك التاول عشان هم قدرين العامل ينجح يعني ما هي الفكري انه اه بدريب الناس دي ما حيطة بتاع الترينيج دي حيطة بتاعتين انه انا عندي مش المعينة داري تمشي بطريقة بوزطية يعني وتكون ناجحة لاني طيب ليه احنا ممكن اول مرة انا وديت اكسي من الناس هو زول كواليفايد بالخبرة بتاعته بقرايته باي حاجة ليه ما يمشي معاه زول هو يكون اه نسميت حتى التأهيل مثلا المهم اي تسمية تشوفينتوا مناسبة عشان ادعلم ذاته اسوقه معاي ومادي والمهام كلها لكن في النهاية الليلة وانصل الميشن دي انتهت كويس البرواجد دي انتهى انه ما نرجح تانية لمنظمة بيكون عنده خبرة طبعا بالطريقة دي تمام؟ اه كده انا وزحت الفرص لازم الزول بيكون في الهرم بتاع المنظمة دي يكون هو زول اه يعني اه ما عنده حيطة بتاعت المحسوبية دي ما عنده حيطة انه لا يده زولي زولك والتفاصيل ازاي دي يعني الناس تعاني للهدف الكبير انه قال للا ايه والله يا خنا صاحبي ده اه عشان صاحبكم تقولت يا خنا ما ادي الحاجة الفلانية تمام؟ انا بتكلم عن تجربة حصلت لي في 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 المنظمة كنت فيها انه لو ما قلاحظة حقيقة ممكن اه تضيعينه فرصة كنت موهلة اكتر من زول تاني تمام؟ اه فالحاجة دي انا بتكلم بها وحاسي يقدر فين هي مزعجة تمام؟ ممكن تكون سوابية انه والله في لان ده يخلي المنظمة دي عشان الموقف دي يعني كده لا خسرت لي زول خسرت لي كادر تمام؟ فالمزألة دي هي بتكون اه مطلوبة في العمل التطوعي انه والله يا اخي انا حالتك وديك فرصة انك تأحيل غيرك عشان في النهاية بدل يكون اندي كادر واحد يكون اندي كوادر بتقدر تمشي العمل التطوعي ده تمام؟ فدي فدي اه فكرة ممكن تحل الحتة بتاعت تكرار وجوههم انا ما ضد انه يكون في زول هو اكتف يكون في كم منظمة ابدا ما يدفت الحاجة دي وما ضد انه والله يا اخي انه الليلة احنا لو في في اه موضوع بعين حلوا احنا اكسيم الناس ايجي ايجي في العمل ده ويجي في العمل بعده ان شاء الله يجي ليه والغيامة لكن في نهاية اه احاول دائما نعمل له باكب يا اخي خلي اه انه انا باهي لناس ثاني خلي حمزة الكادر فلان ده حصل له اي صرف خلي البلد عديل سافر كويس؟ هاجر اللي بيقدر يمشي ليه الشعور لابنه لو هو ما فيه لازم يكون اندي باكب تمام؟ يبقى معناها المنظمات دي لازم كل فترة تعمل تي او تي لأي اكتيفتز عنده كويس؟ بالطريقة المتاحة يعني تمام؟ في كورسات ما بتحتاج لميزانية ما بتحتاج احنا اللي قاعدين في المنظمة ممكن يكون بقاعدة الشاي احنا قاعدين بيتونس مع بعض يا اخي بدون شاي بلاش مالشاي ذاته وعليون تونس يا ما والله احنا حصل كده حصل كده حصل كده قدلته مالكتو معلومة بنعمل كده سألته تفاصيل اللي هي ممكن تكون داخل برنامج اصلا هو معمول انه الليلة فلان ده مشى من طلع من المنظمة دي لمشروع معين تمام؟ انه من ايجي رايع بدل يدي الفيدباك لناس مسامهم شنو للادارة بتحت المنظمة ممكن يدعمل مفتوح كده لكل الفولنتيرز في المنظمة دي جماعة والله حصل كد 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 ويحصل حوار مفتوح الناس تفيد وستفيد من المعلومة دي ايه بعد داك انت الادارة ديها التقرير بتاعك مكتوب اه التقرير المال المنفصل الحيطة الحصلة يعني تكتيب برضو دي حية تاني تمام؟ دي حية الشيء التاني اه طبعا في الشركات بيكون في ناس الادشارة عنده مشغلتها انه الليلة اه جاهم زول جيدة وموظف بيكون في من المعلومات اللي عنه المكتوبة اللي هو بيكتبها انه ساكن وين وين عارفين المواهب اللي عنده شنو الحيطة اللي بيتمنى انه يحقق داخل الشركة كتأهيل وظيفة بيحتاج لي شنو طبيعة وظيفته فدي ممكن برضو المنظمات الطوعية تعمل الحاجة دي جاني ليلة فولنتر جديد اه 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 اخدت من المعلومات الاساسية بارد فالله هو زول ده موهوب في الرسم مثلا يبقى معناها لو جاني يشغل بيحتاج انه يعمليه اه خلفيات له علاقة بالملظمة اكيد هيكون هو تمام؟ اذا يبقوا عندي كم زول جو المنظمة هما عندهم نفس الموهبة دي ليه انا ماليم بهم في الصغير يهيل لهم اذاه فى واحد هم هما اه يعني ادفانست ada ليه هما يهيل من بينفسه فالتفاصل دي ممكن ناس تلعب عليها فدي يعنى روس普 مواضع بتمنى انها بتمنى انها اعملت تقطية معقول الموضوع cards على العمل التطوعي في السودان وبذكرت أن هذا المجرب كنت داير يكون في مداخلات من الشباب أصلا عندهم تجربة في العمل التطوعي لكن دي الفكرة العامة اللي حبيت أنا أتكلم عنها أرحب جدا بمداخلاتكم حتى تحت الهواء بعد ما أطلعنا هذا أشكر لكم جدا حضوركم مستماعكم متابعتكم مداخلاتكم أه أتمنى أنه العمل التطوعي في السودان ليس لي قدام هو هو ماشي طبعا لكن ليس لي قدام بصورة فعالة أكثر بصورة إيجابية أكثر تحصل مشاركة من المجتمع المحلي ما يكون فيه اتكالية ما نحن نكون قاعدين مربعين لدينا منتظرنا لحد من المنظمة الفلانيتي تعمل لنا الشي المطلوب في موجود الكارثة يعني أه أتمنى أن المنظمات التطوعية أه تستفيد من من البروشة التي تجيها من من المنظمات المانحة توجيها للشي المطلوب تكون نزيهة جدا ما تكون زمتها واضعة بأي صورة من الصور حتى الحتة بتاعتين عندنا فولنتير بيتكرروا كثير دي حاجة ما كعبة لكن ما تكون اه احتكار للفرص ما تكون سبب الشراليات ما تكون سبب أي مظهر سالب من مظاهر التحييز يعني ولا معي أنه يحصل تأهيل لكل الكوادر في المنظمة سواء كان تي أو تي زي ما قلنا سواء كان بي كورصات سواء كان بي سفر سواء كان بالتجربة العملية يعني سواء كان يقوم في زول هو قديم يشي معاه زول جديد او يتعلم منه يتعلم من بعض حتى يجيز ممكن يتعلم القديم حيث هو ما منتبه لها فضط الخيس سريع لللايف الفكرة نعمل العمل التطوعي في السودان أزل مجرب ثاني برحب بأي مداخلات في التحقي الهواء شكرا لكم كترخيكم شديد نتلاقى في لايف جديد بإذن الله السلام عليكم وعطة الله